موسيقى عنف متصاعد في أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي والمزيد من المقاطعات تسقط في قبضة طالبان وفي أصل الخبر لقاح كورونا وشائعات جديدة مغلوطة عنه في وسائل التواصل الاجتماعي مجلس الأمن الدولي يدخل على الخط في أزمة سد النهضة هجمات الطائرات المسيرة في العراق تتصدر العنوين الإخبارية وأستينا وقضية المعابر الإنسانية في سوريا تشغل عنوين الإعلام العربي والعالمي وأهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من حديث الميديا أحداث وتطورات عدة تصدرت عنوين الصحف والقنوات الإخبارية هذا الأسبوع والبداية من أزمة سد النهضة التي بدأت تأخذ مسارا دوليا سكاي نيوز عربية قالت إن الملف الآن في مجلس الأمن بطلب مصري سوداني ومعارضة إثيوبية مجلس الأمن دع الأطراف جميعها إلى ضبط النفس والنجوء إلى الحوار لحل المشكلات العالقة رغم رفض إثيوبيا لأي تدخل دولي أو عربي بحجة أن الموضوع محلي يمكن حله بين الأطراف عربي 21 أشارت في تقرير لها عن تاريخ هذه المفاوضات منذ انطلاقها عقب توقيع وقف إطلاق النار في العام 2016 في أنقرة ورصدت ما تخلل هذه المسارات من خروقات وقف إطلاق النار الجلسة السادسة عشرة تركزت على الأوضاع الإنسانية في سوريا في ظل خروقات متعددة ومستمرة للنظام وروسيا بقصف مناطق في شمال إدلب قناة العربية تحدثت عن الملف اليمني وعودة الزخم إليه مع تقدم الجيش الوطني اليمني في محافظة البيضة وسيطرته على الأراضي في محيطها وسط البلاد التقدم تعرقله بشكل أرساسي الألغام المتروكة في الأراضي التي كانت تسيطر عليها جماعة الحوثي تتسارع وثيلة التطورات الميدانية في اليمن مع تقدم الجيش الوطني في محافظة البيضة وسط البلاد صحيفة العرب الجديد تحدثت في ذكرى استقلال الجزائر عن تصدر خبر رفض فرنسا مجددا طلب الجزائر الكشف عن أماكن تجاربها النووية في الصحراء الجزائرية وذلك رغم مطالبات حتيثة من الحكومة الجزائرية وجهات حقوقية تطالب فرنسا بتحمل المسئولية وتعويض الضحايا الصحيفة أشارت إلى المماطلة الفرنسية وضعف الجانب الجزائري بسبب الضغوطات الاقتصادية عليه رغم إيمانه بأن هذه التجارب هي دليل دامغ على الجرائم المقترفة بحق الجزائريين إبان الاستعمار صحيفة اندبندنت البريطانية نشرت تقريرا قالت فيه إن الآثار المروعة للأزمة اللبنانية عظيمة ولا يمكن للعالم تجاهلها وضربت نموذجا للأزمة بالإشارة إلى أن سعر مروحة يساوي سعر شحن بطاريتها في محل ببيروت في ظل عدم توفر الكهرباء إلا ساعة أو ساعتين يوميا والمروحة هي مجرد مثال بسيط عما وصل إليه لبنان من ترد اقتصادي وانهيار لعملته المحلية وفي أزمات الكهرباء نبقى ولكن هذه المرة من إيران جريدة العرب نقلت اهتمام الإعلام العربي بالاحتجاجات التي اشتعلت في إيران إثر انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر في ظل العقوبات الأمريكية وانحسار عائدات النفط وأشارت الصحيفة أن الانقطاع المستمر يهدد المستشفيات والمنشآت الصحية ويفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد نبقى في إيران جريدة الشرق الأوسط تحدثت عن الملف الخارجي الإيراني بعد الإعلان عن عزمها إنتاج اليورانيوم المخصب اتذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أخترتها بأنها اتخذت خطوات لإنتاج معدن اليورانيوم المخصب حتى 20% وقالت الجريدة أن الوكالة الذرية رجحت بأن تغضب هذه الخطوة القوى الغربية التي تجري محادثات مع طهران لإحياء الاتفاق النووي الإيراني قناة الحدث تحدثت عن الانفجار الذي هز مدينة دبي صباح يوم الخميس الانفجار وقع في سفينة شحن قبالة ميناء جبل علي دون أن يخلف إصابات بشرية في مقالة شرطة دبي إنها ستحقق في الحادثة التفاصيل سنشاهدها في هذا الفيديو وإلى الأوضاع في العراق وإقليمها الشمالي مع عودة استهداف مطار أربيل بطائرات مسيرة مفخخة وكالة الأنضول تحدثت عن مرور الهجوم دون خسائر في الأرواح أو خسائر مادية وفقا للسلطات وهو الهجوم الثالث هذا العام بعد هجومين وقع في أربيل ويونيو الماضيين موقع عربي 48 تحدث عما سماه أول فشل لحكومة بنت الجديدة في إسرائيل بعد فشل الكنيسة في تمديد قانون المواطنة الذي كان يحول بين الأسر العربية ويمنع لما الشمل الموقع عبر عن الوضع بأن الكنيسة أسقط قانون المواطنة وأشار كذلك إلى أن القائمة الموحدة التي تضم العرب اختلفت في تصويت على القانون بي بي سي تحدثت عن موجة كوفيد الثانية التي أودت بحياة الكثيرين في الهند وأضافت أن البلاد تصارع الآن مع عشرات الآلاف من حالات الإصابة بعدوى فطرية نادرة تم إعلان المرض وباء في البلاد حيث مات الآلاف بسببه هذا ونقلت القناة عن أطباء قولهم إن كوفيد وعلاجا تم تقديمه للمصابين به أدى إلى زيادة لزيادة هذه الحالات وإليكم تقرير من مستشفى عام في بون إحدى المناطق الأكثر تضرراً من تلك الإصابة الفطرية أحداث الأسبوع انعكست على توجهات وتفاعلات رواد وسائل التواصل الاجتماعي كيف رصدنا أراؤهم؟ هذا ما ستطلعن عليها الزميلة كريستين تفضلي نعم أحلام مواضع عديدة تصدرت أجندة مواقع التواصل الاجتماعي وبدايتنا من أفغانستان حيث تتسع رقعة سيطرة حركة طالبان على الأراضي الأفغانية بعد انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي من قاعدة باكرام الجوية في مؤشر إلى أن الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية بات وشيكاً كما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان يسير بالضبط وفق المسار المقرر فيما توسع طالبان سيطرتها على مزيد من المناطق الأفغانية صحيفة النهار اللبنانية غردت بقيام القوات الأفغانية بنشر مئات الأفراد من قوات خاصة وميليشيات موالية للحكومة بهدف مواجهة الهجوم العنيف الذي تشنه طالبان في الشمال والذي أدى إلى فرار أكثر من ألف جندي أفغاني إلى تجاكستان المجاورة حيث اندلعت الاشتباكات في ولايات عدة لكن المتمردين شنوا حملة مدمرة عبر الريف الشمالي خصوصاً وسيطروا على عشرات الأقاليم خلال الشهرين الماضيين قناة الجزيرة غردت عبر حسابها على تويتر بفيديو يوضح إعلان حركة طالبان سيطرتها على 70% من الحدود مع تجاكستان وأنها بدأت تحصيل عائدات الجمارك البلدين تمتد الحدود إلى أكثر من 1200 كيلومتر تقول حركة طالبان إنها سيطرت على ما نسبته 70% من طول هذه الحدود وإلى المنعطف الحاد الذي تشكل في الشهور الماضية بين السعودية والإمارات خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي وذلك بالتزامن مع تحديات يواجهها البلدان النفطيان بسبب هبوط أسعار الخام وتباطئ نمو الاستثمارات والغريب أن البلدين لطالما خاضا تحدياتهما السياسية والاقتصادية معا وتبنيا رأيا واحدا في عديد من القضايا الإقليمية والدولية ضمن تنصيق غير مسبوق على كل المستويات إلا أن هذا العام أعاد علاقات البلدين الاقتصادية عقودا إلى الوراء عبر عدة قرارات بدأت بقيود سعودية على الشركات الأجنبية التي لا تملك مقرا لها على أراضي المملكة الخليج الجديد تحدثت في تغريدتها عن بدء البلدين سباق الفوز بالشركات الأجنبية وتعزيز الاستثمار غير المحلي على أراضيهما لتخفيف الضغوط المالية العامة ذلك أن السعودية أعلنت تعديل قواعد الاستيراد من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في إجراء تعتبر الإمارات المتضررة الأكبر منها في وقت يتصاعد التوتر بين البلدين على خلفية عرقلة اتفاق النفطي ضمن تحالف أوبيك بلاس قناة الخليج غردت بفيديو يوضح رفض الإمارات لمقترحا من المملكة العربية السعودية داخل أوبيك لنشاهد التفاصيل في الفيديو إن الإمارات حيث هز انفجار ضخم من جبل علي في دبي وسمع دويه في أرجاء المدينة وقالت سلطات الإمارة إنه ناتج من حريق في حاوية على متن سفينة كانت تستعد للرسو على رصيف الميناء كما أوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي في سلسلة تغريدات على تويتر أن حريقا نجم عن انفجار وقع على متن سفينة بميناء جبل علي في دبي سي أن أنب العربية غردت عن القائد العام لشرطة دبي تفاصيل الانفجار الذي شهده الميناء ذلك أنه أكد على عدم حدوث إصابات ناجمة عن الحادث وأشار إلى أن خبراء أمنيين أكدوا أن المواد التي كانت تحملها السفينة كانت قابلة للاشتعال لكنها خالية من أي مواد مشاعة أو أي متفجرات في حين قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن اللواء راشد ثاني المطروشي القائد العام للدفاع المدني بدبي قوله أن السلطات ستجري تحقيقا لمعرفة السبب وراء حادث انفجار أحد الحوية تلفزيون العربي غرد بفيديو للمقاطع المتداولة على منصات التواصل حيث تظهر فرق الإطفاء وهي تحاول السيطرة على الحريق الضخم لنتابع معنا كان هذا كل ما لدينا وأعود إليك أحلام شكرا لك انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان مخاوف يعززها الماضي التفاصيل في منشت وفي الحدث الأبرز لهذا الأسبوع تتصدر انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان مواقع الإعلام العربي والعالمي واستقلق من تقدم طالبان في عدد من المناطق والبداية من الشرق الأوسط حيث نتناول تأهب القوات الخاصة الحكومية والميليشيات الموالية لها لمواجهة الهجوم العنيف الذي تشنه قوات طالبان في شمالي البلاد وما ترتب عليه من فرار أكثر من ألف جندي إلى تجاكستان هربا من مواجهات محتملة مع الحركة كما أعلنت وزارة الدفاع نيتها التخطيط لشن هجوم لاستعادة ما سيطرت عليه الحركة من مقاطعات الجاردين البريطانية اهتمت برصد الرفض الشعبي لتمديد الحركة من خلال تغطيتها لمظاهرات نظمتها نساء حملنا السلاح تعبيرا عن رفضهن لسيطرة طالبان وتحديدا لها ونظمت أكبر المظاهرات في إقليم أغور وسط البلاد الجاردين قالت إنه من المستبعى توجه هؤلاء النسوة للخطوط الأمامية نظرا لطبيعة البلاد الاجتماعية لكنها حركة رمزية تجسد خوف النساء من عودة سيطرة الحركة على حكم البلاد وعلى المستوى السياسي تناولت إيران انترناشنال المحادثات السياسية بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية في طهران الوفد الأفغاني كان برئاسة وزير الخارجية الأسبق ووفد طالبان برئاسة نائب رئيس مكتب الحركة وأضافت أن الحوار انطلق بكلمة لوزير الخارجية الإيراني محمود جواد ضريف الذي وصف الانسحاب الأمريكي بالهزيمة وفي ذات الموضوع كتبت عربي 21 الأفغان يترقبون ما ستسفر عنه المحادثات بين طالبان والحكومة الأفغانية في طهران وأشارت إلى أن المحادثات تجري بأكملها على وقع معارك تدور بين الطرفين في أفغانستان مع تقدم ملحوظ تحقيقه طالبان حرب على الأرض ومقترحات سلام هكذا وصفت فرانس 24 واقع أفغانستان الحالي حيث تتقدم قوات طالبان على أرض الواقع مع فشل المحاولات الحكومة التصدي لها ومع إعلان الحركة في ذات الوقت عزمها تقديم مقترح سلام مكتوب الشهر المقبل مشاهد الحرب عادت لأفغانستان لا مؤشرات للسلام على الأرض الأفغانية بين الإخوة الأعداء في الأيام الأخيرة قامت CNN بزيارة قاعدة باكرام الجوية مع تولي القوات الأفغانية زمام الأمور فيها بعد الانسحاب الأمريكي وقالت CNN إنها المرة الأولى التي يسمح فيها لطاقمها بدخول المنشأة بشكل حصري بعد مغادرة قوات الولايات المتحدة والنيتو فكيف تبدو الأوضاع من داخل القاعدة سنتابع في هذا الفيديو من روسيا اليوم ننقل عن وزارة الدفاع الأفغانية إعلانها عن مقتل تسعة وستين مسلحا من حركة طالبان وإصابات عشرات آخرين في عمليات هجومية نفذها الجيش الأفغاني على مركز ولاية بادغيس غربي البلاد التي تقع على الحدود مع جمهورية تركمانستان صحيفة بوليتيكو الأمريكية نقلت عن مصادر أن انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان اكتمل بشكل أساسي على الرغم من تصريحات الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي بأن القوات الأمريكية ستغادر بحلول أواخر أغسطس ونقلت عن أحد المسؤولين المطلعين بشكل مباشر على الوضع طلب عدم ذكر اسمه أن الانسحاب قد انتهى وأن جميع الأهداف تحققت وختاما مشاهدين من الجزيرة التي أشارت إلى أن طالبان اقتحمت الأربعاء عاصمة ولاية بادغيس وهي المرة الأولى التي تهاجم فيها الحركة عاصمة إقليمية فبحسب اتفاق السلام الموقع في الدوحة قبل عامين بين الحركة والولايات المتحدة فإنه يحضر على طالبان التوجه إلى مراكز المدن نلقي نظرة على ما رصدته القناة من استعراض عسكري للحركة حسب مصادر أمنية أفغانية دارت اجتباكات عنيفة بين القوات المحلية ومسلحي طالبان هكذا تعاملت وسائل الأعلام مع حدث الأسبوع كيف تفاعلت منصات التواصل الاجتماعي؟ هذا ما ستطلعن عليها الزميلة كريسين من جديد تفضلي أحلام حدث الأسبوع الأبرز على منصات التواصل الاجتماعي كان ملف سد النهضة حيث أعلنت إثيوبيا رسميا البدء بالمرحلة الثانية من ملء السد دون مراعاة الآثار السلبية لهذا القرار على مصر والسودان اي جي بلاس غردت عن استنكار مصر لهذه الخطوة واعتبارها تطورا خطيرا يهدد الأمن الإقليمي والدولي ذلك أن الخطوة الإثيوبية تأتي استباقا لجلسة مجلس الأمن الدولي بناء على طلب كل من مصر والسودان لمناقشة تطورات سد النهضة سكاينيوز عربية غردت عن دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لمواطنين الإثيوبيين إلى دعم جهود الملء الثاني لخزان سد النهضة معتبرا أن ذلك يعد دفاعا عن سيادة بلاده وتأتي هذه التصريحات قبيل ساعات من اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة الإثيوبي من جهة أخرى أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن قيام مصر والسودان بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي للنظر في قضية سد النهضة جاء نتيجة للتعنت المستمر ومحاولات فرض الأمر الواقع من جانب إثيوبيا شبكة رصد الإخبارية غردت عبر حسابها على تويتر بفيديو يوضح كيف مولت إثيوبيا أكبر سد كهرمائي في القارة الإفريقية والذي بلغت تكلفته نحو خمسة مليارات دولار لنتابع معنا صحيفة الأهرام المصرية تحدثت عبر حسابها على تويتر عن استعراض السفير محمد حجازي السيناريوهات المتوقع حدوثها في ملف سد النهضة خلال جلسة مجلس الأمن ذلك أنه اعتبر هذه الجلسة واحدة من أهم معالك مصر الدبلوماسية حيث أن وزير الخارجية سامح شكري ظل أسبوعا في الولايات المتحدة الأمريكية لشرح الموقف المصري والسوداني فيما يتعلق بملف سد النهضة حيث عقدت جلسة مجلس الأمن الدولي حول السد هذا الأسبوع بناء على طلب مصر والسودان وانطلاقا من مسؤولية المجلس وفق ميثاق الأمم المتحدة عن حفظ الأمن والسلم الدوليين الجزيرة مصر غردت بفيديو يوضح الأضرار التي يمكن أن تلحقها تعبئة إثيوبيا لصد النهضة على مصر والسودان لنشاهد ما هي هذه الأضرار كان هذا كل ما لدينا ولبرنامجنا معك بقية أحلام شكرا كريستين المزيد من الشائعات المغلوطة المتداولة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ترافق لقاحات كورونا ومن جديد لقاح كورونا في مرمى سهام الإشاعات المغلوطة مستخدموا مواقع التواصل من فيسبوك وتويتر وواتس أب تناقلوا معتقد مجددا أنها أثار جانبية ومخاطر للقاح كورونا هذه المرة كانت تحذيرا من أثار تفاعل اللقاح مع مواد وعقاقير أخرى فقد تناقل مستخدموا فيسبوك إشاعة مفادها أن التخدير الطبي بنوعيها الموضعي والتام بعد لقاح كورونا قد يسبب الوفاء وأن زيارة بسيطة لطبيب الأسنان تتطلب تخديرا موضعيا تسببت في مقتلفتها هذا الإدعاء لم ينتشر في الأوساط العربية فحسب بل انتشر عالميا وخصوصا في تايلند فما حقيقته الوكالة الفرنسية أوردت الردة من بروفيسور طب الأسنان في جامعة تايلند أكد فيها أن التخدير الطبي لا يتأثر بأي حال من الأحوال بلقاح كورونا وأنه لم تسجل أي حال لا محليا ولا عالميا لوفاة شخص بسبب تلقي التخدير بعد اللقاح ومن الإشاعات التي التسقت باللقاح كذلك رغم جميع المحاولات في محاربة المحتوى الخاطئ عن لقاح كورونا شائعة تأثيره على خلايا الدم عربيا وعالميا تداول الناس دون تحقق خبرا مفاده أن اللقاح يعتمد على تقنية mRNA القادرة على إحداث تغييرات في خلايا الدم وتفاعل الآلاف مع منشور بالإنجليزية تزعم فيه صاحبته أنه بناء على رأي صديقتها الخبيرة فإن خلايا الدم لا تعود أبدا كما كانت وأن صحة الإنسان سوف تتدهور تباعا المنشور لاقى رواجا عربيا كذلك وتفاعل معه المستخدمون بين مصدق ومكذب فما هي الحقيقة الوكالة الفرنسية تناولت الإدعاء الذي تم تداوله بالعربية والإنجليزية وكذلك الفرنسية وغيرها من اللغات وأكدت نقلا عن طبيب مختص في المناعة وباحث في المعهد الوطني للصحة والأبحاث في فرنسا أن أمد حياة جزيئات mRNA قصير جدا وبالتالي من المستحيل أن تتمكن من المكوث طويلا في مجرى الدم كما أن اللقاح يحقن مباشرة في عضل الكتف وليس في الوريد لذا فإن احتمال وجود هذه الجزيئات في الدم شبه معدوم وعمر الجزيئيات قصير جدا فإن احتمال توجهها إلى خلايا أخرى وإزعاجها معدوم على عكس ما كان متوقعا لم تنعم أفغانستان بالهدوء المنشود رغم مواصلة الولايات المتحدة سحب قواتها من هناك فبعد قرابة عشرين عاما من الحرب في أفغانستان تغادر القوات الأمريكية اليوم وسط تصعد لأعمال العنف وخوف من تكرار سيناريو العراق فيها بعد الانسحاب الأمريكي من البلد الذي أرهقته الحرب في رأيكم لماذا تتواصل أعمال العنف في أفغانستان على الرغم من انسحاب القوات الأمريكية وهل حققت الولايات المتحدة أهدافها في أفغانستان بعد هذه الحرب الطويلة؟ هذا السؤال طرحناه عليكم مشاهدين وكانت أولى إجاباتكم من عبدالله الذي كتب في تعليقه أن الولايات المتحدة لن تترك أفغانستان تنعم بالسلام والأمان بعد عشرين عاما من الحرب حتى ولو انسحبت رغد شبهت في تعليقها الحرب في أفغانستان بحرب فيتنام التي أدركت فيها الولايات المتحدة الخسارة بعد طول المعركة مضيفة أن الولايات المتحدة خرجت من أفغانستان بعد أن تركتها في حالة فوضى كالعراق بحسب قولها عمار علق بأن انسحاب القوات الأمريكية من وجهة نظره مرتبط بشكل كبير بإعادة تموضع القوات الأمريكية في الخليج العربي وذلك لصالح استراتيجية جديدة تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط بحسب قوله وصلنا معكم مشاهدين لختام هذه الحلقة استمروا في التفاعل معنا على صفحة TRT عربي ولا تنسوا بأن رأيكم هو المحور وتفاعلكم يصنع الخبر وفي حديث الميديا منصة مفتوحة لأرائكم دائما دمتم بخير وإلى اللقاء اشتركوا في القناة